السلام عليكم كعجمي نكون على القرص اللي فيكون الموضوع الحلالة. طيب منزها العرش اشتاكت دوي مالوزي. من اجمل فيديوها تليش تفلم غريب في العشر سنوات اخيرة. فيديو لمواطنة حرة قح على حرقة. ولها طموح بان يكون المغريب. لقد اسميته. البلد يحتري مواطني. من هل الخدمات اللي كيكونوا في المستشفى اللي هي خدمة فيها يكونوا في المستوى. مواطنة بغت تعري على مشاكل حقيقية كيعيشوها منذ سنوات ومنذ شهور. مواطنة مختارش سياسة السكوت. آآ نتكاو نضرب الدكاو ونسكتو وهذا فلوسي داخلين ولي بغي يطرا يطرا ولي بغي ايش ايش ولي بغي يموت يموت. وشف التجاوب من طرف الوزير. وشتوكي طح الاسئلة. وشتوكي يطلب ايجابية. وشتوكي يقول البشاكي اللي كانوا وخاكنو ده باش نو خاص يدار. مزيان. من اجمل الاشياء اللي كنشوفه. من اجمل الحوايج اللي تقدر تشوف بله. هي انه يكون انسان كيمتل السلطة. يتكلم مع واحد المواطن مغريبي. مهما اشنو ما كانت المهمة ديره وشنو ما كانت المهنة ديره. ويكون مستمع جيد. ويحاول انه يعطي التغيير. ولكن اللي شفت في فيسبوك. اللي شفت في التعليقات في انستغرام. الى جانب الشهادات الجميلة اللي كنحورة الدكتوران زهر عرش. هو انه يمكن عطي قدر المجلسة اديبي. ولاش? ولاش عطي قدر المجلسة اديبي? راح شو ما انت عطي قدر المجلسة اديبي على ودوات حدكك مع الوزير. ولا على ودغي تهموها ما بين قوصين بانها كان استهامات لاشخاص دولة ان يكون هناك دليل. وديك لا. لا. سيدة احضرات عن الحق. ما بنت ليش انا منيش على شي واحد. بنت لي قد تقول لي كين. بنت لي عيات. بنت لي الضامير ديرها ما كانش يسمح لها انها تسكت ويش شفت بزر دي الحويج اللي ما اجبوهاش. الان احنا كنا اشخاص. كنا امنا مسؤولية تجاهد الوطن. واحد اذا اخترت انها تهضر. باش ناس واحد اخرين يبقوا يقولوا الحقيقة. ويقولوا شنا هو المشاكل الحقيقية ما يطلقوا شي مسؤول لو ممثل السلطة. خاصة نعرفوك يباش نتعاملوه على الانزها العرش. وخاصة نشكروها على ذلك شي اللي دارت. وكنضر من او التعليقات في حقها جد ايجابية في الانترنت. وعلى ما يبدو تزوج ديرها اللي هو طبيب عظام وقع له شي مشكيه لانه تهودوا. فلا. مخصناش سياسة تكمل افوه. مخصناش نكونوا بلاد اللي كتوجد الان انها تبني اكبر مستشفى جامعي في افريقيا. بثلاثة وثلاثين طبقات بارك الله في الرباط. ونكونوا بغاين نعطوا الانكانية كاملة للصحة. ويكونوا هاد اللي بروجيات ديال لامو. والتغطية الصحية. ونكونوا عارفين بان هناك خطوات مهمة لك الدار. وانت عاملوه مازال مع واحد اللي كيهضر بحلاك. لا. انا ما اقش بنيش الحال والمغربة كلهم ما اقش بو مش الحال. كانت منه بان هذا الموضوع ياخد حقه. بان هادك المسألة اللي قالوا دي المجلس ايديبي ما تكونش حقيقية. وبانه اه اه عباط الله اللي بغني يناقشوا موضوع بحلاكة. هدا هو الحوار المو الشامعي. هدا موضوع مهم. هدا يخص صحة المواطن. هدا يخص الحياة. امد الحياة كي تزاد من كيكون تسطبيب مزيان. ماشي المواضع ديال ترند. ده بايدوي وكل شي. الفقهاء والعلماء والرياضيين والسياسيين والمؤترين وكل شي يدوي. باعكم. من بعد ما فضحات الحالة الكارثية والوضع المزري اللي كيعاني منه قطع الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة. عيوض يشجعوها ويكرموها حيث عندها غيرة كبيرة على بلادها وصحة المواطنين ديالو. حيث عندها ضمير حي. وجرأة كبيرة باش تفضح المستور. كتفاجأ انه تمت الإحالة ديالها للمجلس تأديبي. نزها العرش. هي طبيبة نيساء وتوليد بمدينة الداخلة. استغلت لقاء وزير القطاع الصحي. باش توصل شوية من بزاف المعاناة اللي عارفين هالمغربة كاملين. ولكن ملاقينش اللي يقدر يهضر ويوصل الصوت ديالهم. وخل مسؤولين عارفين كل شي ولكن كيديرو عين ميكا كما كان قوله. السيد الوزير على حسب الفيديو تحط في موقف محرج. وما كانش بغيها اصلا تهضر. ولكن ما كانش ممكن يقول لها سكتي. حي تقول شي كان كي يصور. ثلاث الزيارة. والدكتورة عندها مجلس تأديبي. نهار ثلاث حي تهضرها على مشاكل كي يعاني منها المغرب كامل. كل التضامن مع الدكتورة نزها العرش. ما تنسوش تخليونا الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات.